اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللغة العربية الا اذا كان من باب الدعاء يصح ان يدعو بلغته بغير اللغة العربية بشرطا لا يغير الاسماء الحسنة يقول يا حي ثم يدعو بلغته يا الله يدعو بلغته الثالث ان يعتقد ان الرقية سبب وان الذي بيدي جلب المنافع ودفع المظار هو الله سبحانه وتعالى اختل شرط من الشروط الرقية تنتقل من الشرعية الى الشركية اشكال عند كثير من الناس يأتي الى بعض الاخوان افتقار الى الخلق يأتي الى العالم الى الشيخ يقول يا الشيخ مريض تعبان سحر وعين واولادي كذا قال عندي وابشر ما يمكن تقول اسمع انا وانتك كلنا مفتقر الى الله انت تدعو لي وانا ادعو لك وقرأ على نفسك الشيخ بن بازر رحمه الله تصل عليه رجل وقال عندي اخ مريض وكذا نريدك تقرأ عليه قال اقرأ انت قال قرأنا ولم يبرأ قال يبرأ اقرأ عليه قال ما نحفظ قال تحفظ الفاتحة طبعا قال نعم قال اقرأ عليه الفاتح يبرأ باذن الله اخواننا لم نسمع من الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا امة السلف انهم جلسوا وفتحوا عيادات للرقية وكذا هل معنى هذا انه لم يكن اناس لديهم سحر او عين لا موجود لكن ارادوا ان يعلق الخلق بالخالق ولا يفتحوا هذا الباب على الناس باب شر اشتركوا في القناة